في الناس كتيرة شعور الغيرة على أحبابها بيتباح وفي الناس بتتعب جدا من شدة غيرة أحبابهم عليهم هنا بقى بنتكلم عن الغيرة مش عن الشك الغيرة اللي هي الشعور بالضيق أو بالقلق من مشاركة الآخرين لينا في أحبابنا هل ممكن يكون مشهد الغيرة بقى من أبواب الوصال للطرفين؟ الغيرة بلا شك بقى من أبواب الوصال لما يفهم الإنسان نفسية الشخص اللي بيغير الغيور ليه طيب؟ لأن فيه قلوب كتيرة حوالينا بتزيد جواهم الغيرة عشان عندهم خوف زائد من التخلي أو الهجر جواهم حساسية شديدة دي جهة أي تصرف من أحبابهم يحسوا أن هم احتمال جبير يهجرهم أو يتخلوا عنهم أو حتى يبعدوا عنهم مسافة ولزايك تتحول للغيرة لباب وصال لما تستخدم مفتاح من مفاتيح الشخص هو أنك محتاج بشكل مستمر أنك تطمنه من وقت للتاني أنك متمسك به أنك تبين لي من وقت للتاني هو قد إيه أولوية من أولويات حياتك سعيتها يحس بإيه؟ بالدنيا وما فيها شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيدير قلب السيدة عائشة شديدة الغيرة عليه در درجة أن مرة غيرت من طبق السيدة حفصة فكسرته فإزاي حضرة النبي كان بيطمنها؟ فلما سألوه من أحبه؟ طبعا الناس بتشوف أنه ده أمر معياري أن الرسول الله كان بيقول مجرد خبر معارف أن الخبر يوصل للسيدة عائشة فسألوه من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة بعد كده يسألوه ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها فالسيدة عائشة تحس بأن الرسول الله بيراعي نفسيتها نفسيته اللي بتغير وكان من كثرة كرم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام والعناية بأحبابه كان الواحد فيهم يظن أنه أغلى حد على قلب رسول الله بابي وأمي صلى الله عليه وسلم فالواحد لما بيطمن على بيطمن أن حبيبه على مكانته في قلبه وما بيتغيرش وأنه مش هيقرنه بحد تاني ولا يتخلى عنه يهدى ويطيب قلبه وتقوى العلاقة بينه وبين حبيبه شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة يقول لي السيدة عائشة كده مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة السيدة عائشة من وقت للتاني تسأل بقى شوف حضرة النبي عليه كمثل العقدة بيطمنها فكل مرة تيجي تسأله السيدة عائشة تقوله كيف حال العقدة يا رسول الله يقول له على حالها أما الشخص المفرد في غيرته ومحتاجي يرجع من كم خطوة وراء مش إنه يبطل غيرة ما بنقولش لحد إنه هو يبطل غيرة بالعكس الغيرة الرشيدة باب من أبواب الوصال لأنها بتحسسنا بالحب وبتحسسنا بالاكتمام والرعاية بس إمتى لما نمارس الغيرة برشد وبفن فيه فن اسمه فن الغيرة وإحنا نتكلمنا قبل كده عنه مش نفرط فيها فتتحول لعب على اللي حوالينا المشهد الثاني ومشهد الإحساس بالرتابة اللي نحصل بشعور بالملل من المشاعر اللي بتتخلل حياتنا بنحس إن حياتنا اتجمدت دخلت الفرزة وإن بقى الكلام ملوش طعم أولا كلام هو الكلام الإحساس هو الإحساس الأفكار هي الأفكار إيه الروح بيقول جاي هو هو المشاوير نفس المشاوير أصع إن ملل كمال في علاقتنا بيحسسنا كأننا جمدنا العلاقة مع أحبابنا فبقينا مش حسين اتجاههم بشيء لكن الملل في العلاقات مش جاي عشان يقطع الوصال بيننا بالعكس الملل جاي عشان نخرج من دقنا ونجر إهماننا الملل جاي عشان نعيد اكتشاف بعض مرة تانية